تمكنت فرق البحث والإغاثة من العثور على حطام الطائرة التي سقطت صباح أمس الأحد في جبل دنى جنوب غرب إيران وكانت فرق البحث والإنقاذ وصلت صباح اليوم إلى موقع تحطم الطائرة المدنية التي سقطت أمس وكانت تحمل على متنها أكثر من ستين شخصاً في طريقها من العاصمة طهران إلى مدينة يسو جنوب غرب البلاد